السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصر ميح نستعرض سويا قوانين التعلم عن بعد بداية أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهات الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهى الوقت موضوع درسي لهذا اليوم هو إثراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراجع لما أخذنا درسه الهدف العام معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالب على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وأبيه أن يتعرف الطالب والطالب على اسم غار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف الطالب والطالب على بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعرف الطالب والطالب عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعرف الطالب والطالبة على المكان الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعرف الطالب والطالبة على تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلابي وطالباتي عند ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصلي عليه بقول صلى الله عليه وسلم بداية نسترجع دروس الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء نأخذ اسمه اسمه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن كرر محمد ابن عبد الله ابن عبد المضطرب ووالدته آمنة ووالده عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المضطرب ووالدته آمنة ووالده عبد الله ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يا طلابي وطالباتي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمه آمنة وأبوه عبد الله وأسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد أين في مكة المكرمة في عام الفيل ولد في مكة المكرمة في عام الفيل وأرسله الله لدعوة الناس جميعا إلى الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء لدعوتنا جميعا لدين الإسلام وولد في مكة في عام الفيل ومن صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترولناها في دروسنا السابقة أخذنا الأمانة والرحمة والصبر والشجاعة والكرم والتواضع هذه من بعض صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الأمانة والرحمة والصبر والشجاعة والكرم والتواضع من صفات نبينا الصدق ما هو صفات الصدق ما هو الصدق هو أي قول الحقيقة والتجنب الكذب الصدق قول الحقيقة والتجنب الكذب وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين الصادق الأمين ولم يعهدوا علي الكذب والأمانة ما هي الأمانة يا طلابي وطالباتي الوفاء بالعهد وأدائه إلى أهله وأنتم يا طلابي وطالباتي لا بد أن نتحلى بصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يلقى بالصادق الأمين الأمانة هو الوفاء بالعهد وأدائه إلى أهله والرحمة ما هي الرحمة الرحمة هو الإحسان للآخرين والعطف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان رحوما ويحسن للآخرين ويعطف عليهم وليقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين بماذا؟ لأنه بلغ الدين الإسلامي بلغ الدين الإسلامي وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشجاع الناس يدل على ذلك ماذا؟ أنه دافع بشجاعة لنشر الدين الإسلامي دافع بشجاعة لنشر الدين الإسلامي وحده وواجه الكفار وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا ودافع عن دين الإسلامي وحده ضد الكفار والكرم كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس على من حوله وكذلك على الفقراء كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما والتواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا في مظهره ومي ملبسه وفي مأكله وفي مشربه ويجالس الفقراء ويعمل في منزله كذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تواضعه كان متواضع في ملبسه ومشربه ومأكله ويجالس الفقراء أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يطلاب وطالباتين نسترجع مع نمواتنا السابقة أمره بدعوة الناس جميعا إلى الإسلام دعوة الناس جميعا إلى الدين الإسلامي اسم الغار الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم هو غار حراء غار حراء نكرر غار حراء اسم الغار الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم هو غار حراء ونزل عليه جبريل في غار حراء وكان عمر النبي صلى الله عليه عند نزول الوحي عليه ماذا؟ أربعون عاماً أحسنتم يا ظلابي وطالباتي نسترجع على الموعداتنا السابقة الغار كان غار حراء وعمر النبي صلى الله عليه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل وكان عمره أربعون سنة من نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء من نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو جبريل عليه السلام هو جبريل عليه السلام نزل عليه في غار حراء وانزل عليه الوحي من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من هم هو زوجة خديجة بنت خويلد وابن عم علي بن أبي طالب وصاحبه أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة هذا هم أول من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالته السورة الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة العلق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم هنا أول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي صورة العلق وأمر به بماذا بالقراءة ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يبلغه بأنه ماذا نبينا أحسنتم ويبلغ الدين الإسلامي لجميع الخلق أحسنتم عندما ضيقوا الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا طلابي وطالباتي نسترجع درس الحجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بماذا استقبلوا أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا أحسن استقبال وآمنوا برسالته استقبلوا أحسن استقبال وآمنوا برسالته وأنشدوا للنشهد نسمعها سويا اشتركوا في القناة هذه النشهد التي استقبلوا بها استقبلوا بها أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا أحسن استقبال وفرحوا بقدوم المدينة وآمنوا برسالته ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم مكثه مكثه بعد الهجرة 11 سنة 11 سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسترجع ذلك سنة السابق وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر 3 سنة 11 للهجرة في 12 من ربيع الأول في سنة 11 للهجرة هذا تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاثنين ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة 11 سنة ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم أين في المدينة المنورة ودفن في المسجد النبوي توفي النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول في سنة الحادية عشر للهجرة وأين دفن دفن في المدينة المنورة وفي المسجد النبوي وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد النبوي ومكث في المدينة 11 سنة ثم توفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويوم وفاته وفاته كان يوم الاثنين ومكان وفاته النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة المنورة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته 63 عام وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ وفاته في 12 من ربيع الأول في السنة 11 للهجرة وتوفي في المدينة المنورة ودفن في المسجد النبوي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته 63 عام قد وصلنا إلى نهاية درسنا يجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعليم هذه المهارة على أولياء الأمور تعليم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض مقاطع فيديو وقصص مصورة وقصص مقرؤة عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بانواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء